ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات وخلال الاجتماع كشفت الحكومة عن تنفيذ حزم تمولية بقيمة 13 مليار و700 مليون دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف وثنائيين والتي تعمل على تعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات كما تسهم في تحفيز الشركات بين القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب دعم خطط التحول إلى الاقتصاد الأخضر كما وفق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على عدة قرارات منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان وإعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كما وفق المجلس على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية كما اعتمد المجلس الأليات الخاصة بمحفزات انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة وكذا محفزات حصول الموظفين على وحدات سكنية سواء في مدينة بدر أو بالحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية شكرا